اشتركوا في القناة وراء تجربة الشباب البحريني وتمكنهم من الاطلاع على الجوانب الإدارية في مختلف القطاعات وتزويدهم بالعلم والمعرفة بما يسهم في سقل مهاراتهم وتعزيز تنافسيتهم كما نقش سعادته تجربته الخاصة في المجال الإداري والقيادي مستعرضا أبرز الممارسات القيادية والنجاحات في مختلف المجالات لا سيما في مجال العمل الحكومي من جانبها أوضحت سعادة الدكتور الشيخارنة بنت عيسى الخليفة أن المخرجات الوطنية البارزة التي قدمها برنامج هاي بويوث على مدى الأعوام السابقة تعكس أهمية المبادرات والبرامج التدريبية في تطوير المهارات القيادية للشباب البحريني وفق أعلى المعايير وثمنت سعادتها حرص سعادة وزير الصناعة والتجارة على نقل تجربته الإدارية والقيادية والتي ستسهم في فتح آفاق واسع للشباب عن طريق توظيف التجارب والممارسات الإدارية الناجحة للخروج بموادرات ومشاريع جديدة ومبتكرة تواكب متطلبات المرحلة الحالية والطموحات المستقبلية طبعا الحمد لله رب العالمين برنامج هاي بويوث فر لنا العديد من الأشياء التي نطمح لنا مثل أنهم معلمون نحن نصير قادة ونقود مجموعة متكاملة بحيث في أي مشروع ممكن أن ندخل فيه وأيضا برنامج هاي بوفر لنا عدة لقاءات من هذه اللقاءات احنا أيضا استفدنا منها بشكل جميل البرنامج حدف الأساسي أن يكون فينا يكون أو يسقل المهارات القيادية فينا بحيث نكون مؤهلين في أي موقع نكون فيه بالنسبة لي ساعدوني مو بس كإنسانة حتى في شغلي ساعدوني شلون أسق المهارات يشلون أقدر أتكلم بثقة ساعدوني أغير حتى تفكيري صرت أتشوف الأشياء بإيجابية